مصطلح جديد هو مصطلح قديم بس ظهر جداً في الفترة كمصطلح يعني المرض ده لا هو ظهر ما بعد خلال ثلاث سنين اللي فاتوا او بتدى يظهر اعلامياً ان الناس بتدت تعاني منه كثير جداً لكن طب المخ العصاب معروف هذا المرض ضبابية الدماغ الناس كثير جداً بيبعندهم قسور في الدورة الدموية المخية بأحد أسبابها بيجي لهم هذا النوع من الضبابية اللي هو ايه التراب زهني بيخلي الشخص مشتت زهنياً ما يقدرش يعمل كذا حاجة في نفس الوقت عنده نوع من النسيان ما يقدرش عارف الشخص اللي بيبقى في شغله عنده كذا مهمة تاية تاية هو انا فين هو انا المفروض هعمل ايه و انا رايح فين عنده نوع من الضبابية ان عدام رؤية ذهنية هو كان بيعمل حاجات كتير في نفس الوقت هو مش فاكر هيعمل ايه دلوقتي عمل الخطوة الاولانية الخطوة التانية هتتبقى ايه انا هوادي الاولاد لان ممكن عارف الشخص اللي هو مسك ريموت التلفزيون في ايده وبيدور عليه ده ده بابا وحط على ادنه بابا التلفزيون اه وممكن حط على ادنه عدم التركيز الزهني وده مش مرض مستجد ولكن ظهر بالفعل على الساحة الطبية الفترة اللي فاتت في متلازمة ما بعد كورونا لو قلنا عن اسبابه الطبية واسباب ما بعد كورونا اسباب الطبية ناس كتير او اللي بتعاني ممكن جلطة ممكن اتراب زهني ناس كتير اللي عندها بياخدوا نوع من في حياتهم عناصر غزائية فيها معادن سقيلة زيني كالوية وخلافه او الزئبق ده بترصب في المخ بيقدي نوع من الدبابية ناس كتير اللي عندهم كسور في الدورة المخية بيأثر على مركز معين في زهن الانسان يقدي الى دبابية ولكن احنا عرفنا طببيا الفترة اللي فاتت كده كترة مش ده كترة مخ وقصاب بسبب كورونا طب ايه اللي بيحصل من هذه المتلازمة ان الشخص اللي بيجي له كورونا بعض الاشخاص طبعا مش كلها تصل ان المتلازمة دي بتمثل نسبة ما من متعافين كورونا مش كل المتعافين ان هو بعد الاصابة بيحصل له نوع من العصفة المناعية يعني عصفة المناعية يعني جهازه المناعية اثناء مواجهة كورونا بيحصل نوع من ان الأجسام المضادة اللي بتطلع لمواجهة الفيروس دي تصيب جزء من جسمه ممكن تصيب الرئة تعمل متلازمة نفسية مش قادر يتنفس في نهجان في كحة موجوده بقلي ممكن تصيب جلده وتحصل له طفح جلدي وحكا جلدية ممكن تأثر على الدورة الدموية اللي بتصل إلى الدماغ وتأثر على مركز الزهنية اللي عنده وتؤدي إلى الضبابية تلاقي الشخص بعد اصابته بكورونا مضطرب هو المفترض هعمل ايه اه هي دي بتتحطي فين طب هي مكانها فين ده ضبابية ده ضبابية شروط زهني او اضطراب زهني ما يقدرش يعمل عدة مهام وممكن ينسى هو عمل ايه من شوية او هيعمل ايه بعد شوية وده طبعا اكسام مضادة جزء مناعي منه وجزء نفسي جزء مناعي ان احنا بعض العصافة المناعية اللي بتجلنا بعض الاصابة ان الاكسام المضادة اللي بتظهر على شم وجهة كورونا هجمت جزء من جسمنا ايه هو الجزء؟ قد يكون رئة قد يكون جلد قد يكون عظم بيحصل بعض الامراض المناعية قد يكون دورة دموية اللي بتصل للمخ والمراكز الزهنية فيؤثر فالأسر تؤدي الى هذه الضبابية المخية ده له علاقة بالسن؟ يعني الشباب بيوضعوهم مختلف عن الاكبر في السن لغاية ما بنوصل لمرحلة كبار السن ده ممكن يبقى عامل من العوامل؟ هو مرحلة كبار السن ممكن يجلهم من نوع دعوة من الضبابية الدبابية اللي هي مرحلة ما قبل الزهيمر نوع من أبناء الأمراض الزهنية الضبابية بتاعها لكن كورونا مش مرتبطة بسن ممكن الدبابية دي تيجل شاب ممكن تيجل شخص كبير سن ولكن لو قلنا العوامل الأكثر اصابة فيها طبعا كبار السن أكتر من الشباب ولكن المتلازمات المناعية احنا شفناها ما بعد كورونا للأسف فأي سن حتى الأطفال بنشوفهم بيجي لهم بعض المتلازمات بعض الأمراض المناعية زي كوساكي شفناها كتير جدا ما بعد كورونا وهي أحد الإضطرابات المناعية في الأطفال فالإضطرابات المناعية اللي بتحصل ما بعد كورونا مش مرتبطة بسن أو طفل عشان كده بنقول للناس هو كورونا ما كانش مجرد إصابة الإصابة وتنتهي لا فجئنا في ناس لحد دلوقتي بتعاني من أثار تولد الأمد اللي تلاقي فاتر قوية ما بعد كورونا في ناس لحد دلوقتي فقد حاسة الشم والتزوق ما بعد كورونا في ناس جالها الترابات المناعية في ناس جالها تغير في عادة النوم والصحيان يعني في حاجة كثير أو يحصل نوم صحياء صحياء النسيان في ناس تنسى كثير أو ما بعد كورونا وده التراب زهني في ناس مشاكل لحد دلوقتي لحد دلوقتي اللي هو مثلا أصيبه من إمتى من موجة الأولى في متلازمة نفسية من موجة الأولى أصر قوية لحد دلوقتي ممتد في ناس فقدت الشنة الشم والتزوق لحد دلوقتي مرجعش وفي ناس بعد مرجع لهم يجع لهم بحاجة اسمها باروزيميا إنه هو طعم ومختلف مختلف طعم ومختلف ممكن روايح كريهة باستمرار بشم كل حاجة ثابتة ورائحتها كريهة طبعا دي مش حالك كتير بس مش دل معمم ولكن الموجة الأولى بالذات لأن الفيروس كان مستجد إحنا دلوقتي عندنا مناعة مجتمعية الحمد لله مع التحورات والموجات اللي بتحصل جهازنا المناعي بتده يتعرف على الأشياء بصورة سليمة ولكن مع الموجة الأولى بالذات والموجة التانية كان رد فعل جهازنا المناعي اتجاه كورونا كان عنيف جدا لأنه كان فيروس مستجد على جهازنا المناعي وما كانش فيه لقاحات فبالتالي المتلازمات كانت في الموجة الأولى والتانية أكتر من بعد